أبناء الطلاب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته موعد لتجدد اللقاء ودرس جديد من دروس مادة الدرسات الاجتماعية التعلم عن بعد الصف السابع عنوان درس اليوم مظاهر الحضارة الاجتماعية والثقافية في الدولة العباسية الجزء الثالث الكتاب المدرسي من صفحة 59 إلى صفحة 63 أهداف درس اليوم أعزاء الطلاب يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن 1. يفسر أسباب اهتمام المسلمين بالعلوم الاجتماعية في الدولة العباسية 2. يستنتج أهم العلوم العقلية التي ازدهرت في العصر العباسي 3. يدلل على تقدم فن العمارة في العصر العباسي 3. أعزاء الطلاب 4. هيا بنا سريعا نراجع سويا أهم العناصر التي تم تنولها في الدرس السابق 5. هناك عوامل أدت إلى ازدهار الحياة الثقافية والعلمية في الدولة العباسية 6. ومنها اكتساع رقعة الدولة 7. وتنوع عناصر المجتمع 8. وتشجيع الخلفاء للعلماء 9. وتوفر الإمكانات للعلماء 10. أهم العلوم الشرعية التي ازدهرت في العصر العباسي 11. علم الفقه 12. علم التفسير 13. علم الحديث 13. هناك أسباب 14. أدت إلى نشاط حركة التأليف في اللغة العربية بالدولة العباسية 15. ومن هذه الأسباب 16. زيادة عدد العناصر غير العربية 16. كثرة اختلاط العناصر غير العربية مع العرب 17. وأهم علوم اللغة العربية التي ازدهرت بالدولة العباسية 18. المعاجم اللغوية 18. القواعد النحوية 19. البلاغة 20. والشعر 21. تابع التهيئة والتمهيد 22. من منكم؟ 22. أعزائي الطلاب 23. سيجيب على السؤال التالي 24. بما تفسر 25. ازدهار الحياة الثقافية في العصر العباسي 25. أنتظر منكم الرد أعزائي الطلاب 26. نعم 27. إجابة صحيحة 28. اتساع رقعة الدولة 29. وماذا أيضا؟ 29. رائعون 29. تنوع عناصر المجتمع 30. ثم 30. تشجيع الخلفاء للعلماء 31. وأيضا 31. توفر كافة الإمكانات للعلماء 32. أحسنتم 32. أحسنتم 33. أعزائي الطلاب 33. موعدنا مع الهدف الأول لدرس اليومي 34. يفسر أسباب اهتمام المسلمين بالعلوم الاجتماعية في الدولة العباسية 34. العلوم الاجتماعية 35. ويقصد بها فرعي التاريخ والجغرافية 35. أولا التاريخ 36. تطورت كتابة التاريخ في العصر العباسي 36. وكان للترجمة دور في تدوين التاريخ 37. وقد نشأت تدوين التاريخي المنظم 37. حيث تم تجميع المواضيع المتعاقبة في كتاب واحد 38. ويكون ذلك هو أساس وحدة التاريخ الإسلامي 38. ومن أشهر كتب التاريخ في العصر العباسي 38. الكامل في التاريخ 38. لمؤلفه ابن الأثير 39. وقد بدأ فيه 39. بذكر بدء الخلق 40. وينتهي 40. بذكر الحوادث 40. التي وقعت 40. عام 40. ستمائة وثمان وعشرون 40. هجريا 40. وما ذلنا 40. أعزاء الطلاب 41. مع الهدف الأول 42. يوضح أسباب اهتمام المسلمين بالعلوم الاجتماعية 42. الجغرافيا 43. العلم الثاني من العلوم الاجتماعية 44. هناك عوامل جعلت المسلمين يهتمون بالعلوم الاجتماعية وخاصة الجغرافيا 44. وقد اهتموا بها لعدة أسباب منها 45. وقد اهتموا بها لعدة أسباب منها 46. الحاجة إلى معرفة الطرق والمسالك البرية والبحرية 47. رسم الخرائط للطرق 48. معرفة البلدان الجديدة التي تم فتحها 49. جمع المعلومات عن البلدان وعن الدول 50. وقد تفوق علماء المسلمين في الوصف وقوة الملاحظة 50. وتحدثوا عن الجغرافية البشرية 51. وما تضمنه من أحوال السكان والمدن والملوك والحكام 51. ويعد كتاب صور الأقاليم 52. للجغرافي البلخي 52. أول أطلس جغرافي 53. كما يعد كتاب المسالك والممالك 53. لابن خردازبة 54. أول دليل سفر 54. وقد وصف فيه الطريق البحري 55. من مصب نهر دجلة في الخليج العربي 55. حتى موان الصين 55. الغلق 55. أعزاء الطلاب 55. قم عزيز الطالب 55. بفتح الكتاب المدرسي 55. صفحة 67 55. السؤال الثالث 55. رقم 5 55. السؤال الثالث 56. بما تفسر 57. اهتمام المسلمين في العصر العباسي 57. بعلم الجغرافيا 57. يمكنكم الرجوع 58. للرصول إلى الإجابة الصحيحة 58. للكتاب صفحة 60 58. أحسنتم 59. الحاجة إلى معرفة الطرق والمسالك البرية والبحرية 59. رسم الخرائط للطرق 60. معرفة البلدان الجديدة 60. التي تم فتحها 61. مع سؤال آخر للغرق البنائي أعزاء الطلاب 61. اقتر الإجابة الصحيحة مما يلي 62. مؤلف كتابي الكامل في التاريخ هو 63. ابن الأثير 64. ابن النفيس 64. ابن الهيثم 64. ابن رجد 64. نعم 64. رائعون 65. ابن الأثير 65. قيبنا 65. نتعرف على أهم العلوم العقلية 65. وأهم العلماء 65. الذين اظهروا في العصر العباسي 66. من خلال الشكل الذي أمامنا 66. نجد مجموعة من العلوم العقلية 67. التي اظهرت في العصر العباسي 67. ومنها علم الطب والصيدلة 67. والكيمياء 68. والرياضيات 69. والفلك 69. والفيزياء 69. وفي مجال الطب والصيدلة 69. تقدم علم الطب والصيدلة 69. بسبب ازدهار حركة ترجمة كتب الطب اليونانية القديمة 70. وقد أضغف العلماء المسلمون إلى هذه العلوم الكثير 70. ومن أبرز إزهامات المسلمين في العصر العباسي 71. الاحتمام بفتح المستشفيات في المدن 72. حيث تم افتتاح أول مستشفى ببغداد في عهد الخليفة هارون الرشيد 73. وكذلك زاد عدد المستشفيات في عهده 74. حتى بلغت 35 مستشفى 74. وكانت تداوي الناس مجانا 74. وتم فتح المدارس الطبية والمكتبات الملحقة بها لتعليم الطب 75. ويعتبر الرازي 76. أشهر العلماء المسلمين في مجال الطب 77. ومن مؤلفاته كتاب الحاوي في علم التداوي 77. بالإضافة للعالم ابن سينة 78. الذي اكتشف العديد من الأمراض 79. وكان جراحا بارعا قام بعمليات جراحية دقيقة 79. الكمياء 80. ويعد علما الكيمياء علما إسلاميا اسما وفعلا 79. فلم تعرف كلمة الكيمياء أو يرد ذكرها قبل الحضارة الإسلامية 80. ويعد العالم جابر بن حيان مؤسس هذا العلم 80. العالم المسلم جابر بن حيان مؤسس هذا العلم 80. بسبب إسهاماته العلمية الكبيرة 80. ومنها إدخال المنهج التجريب إلى الكيمياء 80. واكتشاف العديد من الأحماض والمركبات الكيميائية 80. وصنع نوعا من الورق غير قابل للاحتراق 80. الرياضيات 80. الظهر علم الرياضيات في العصر العباسي 81. فقد جمع العلماء المسلمون 81. نتاج علماء الأمم السابقة في حق الرياضيات 82. ثم ترجموه 82. ومنهم انطلقوا في الاكتشاف والابتكار والإبداع 83. ويرجع الفضل 84. في تأسيس علم الجبر إلى العالم المسلم محمد بن موسى الخوارزمي 85. وقد أخذ العلماء المسلمون 85. الأعداد الهندية وطواروها 86. ووضعوا الأرقام العربية التي تقوم على النظام العشرين 86. بعد أن أضافوا الرقم صفر 87. إلى الأعداد 87. الأمر الذي جعل حل المسائل الحسابية سهلا 87. علم الفلك 87. اصدهر علم الفلك 88. منذ عهد الخليفة 89. أبي جعفر المنصور 89. ومن أبرز إنجازات 89. العلماء المسلمين في الفلك 89. تحديد حساب قطر الأرض 90. وأقطار بعض الكواكب 90. وأحجامها 91. والاحتمام بإنشاء المراسد 91. لرصد سير الكواكب 92. والنجوم 92. مثل مرصد بغداد الفلكي 93. وتجديد الاسترلام 93. والاسترلام 94. هي آلة فلكية قديمة 94. تستعمل لمعرفة الوقت والجهات 95. والمسافات بين الكواكب 95. علم الفيزياء 95. ويرجع اظهار علم الفيزياء 95. في الحضارة الإسلامية 96. إلى العالم الحسن بن الهيثم 96. مؤسس علم البصريات 97. ومن أهم إسهاماته 97. تصحيح عدا من المفاهيم والنظريات السائدة 97. في ذلك الوقت 98. فقد أثبت أن الضوء 98. يأتي من الأجسام إلى العين 99. وليس العكس 99. وهو أول من قام بتشريح العين 99. تشريحا كاملا 99. ووضح وظائف أعضائها 99. ويرجع إليه الفضل 99. في اختراع الكاميرا 99. في وقتنا الحالي 100. العالم 100. المسلم 100. الحسن بن الهيثم 100. هيا بنا 100. نجيب سويا 100. على أسئلة الغلق البنائي 100. قم عزيز الطالب 100. في فتح الكتاب المدرسي 100. صفحة 67 100. السؤال الرابع 100. رقم واحد 100. أثبت 100. بالأدلة ما يلي 100. ازدهار علم الرياضيات 100. في العصر العباسي 100. أنتظر منكم الإجابة 100. أحسنتم 100. حيث قام 100. محمد بن موسى الخوارزمي 100. بتأسيس علم الجبر 100. وقام العلماء العرب 100. بوضع العدد صفر للأعداد 100. من مساحة الإجراء 100. العمليات الحسابية 100. رقم اثنان 100. اثبت 100. للمسلمين 100. في العصر العباسي 100. اسهمات كثيرة في مجال الطب 100. رائعون 100. حيث تم افتتاح 100. أول مستشفى في بغداد 100. في عهد خليفة هارون الرشيد 100. وزاد في عهده 100. حتى وصلت إلى 35 مستشفى 100. لعلاج الناس مجانا 100. وتم فتح المدارس الطبية 100. والمكتبات الملحقة بها 100. لتعليم الطب 100. واكتشف ابن سين العديد من الأمراض 100. وكان جراحا بارعا 100. وقام بالعديد من العمليات الجراحية 100. تابع الغلق البناني 100. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي 100. من أشهر رواد الكيميا 100. في العصر العباسي 100. أبو بكر الرازي 100. ابن النفيس 100. جابر ابن حيان 100. الخوارزمي 100. رائعون 100. جابر ابن حيان 100. وعلم الكيمياء 100. هو علم إسلامي خالصا 100. الهدف الثالث 100. يدلل على تقدم فن العمارة 100. في العصر العباسي 100. تأثرت العمارة 100. بالفن الفارسي 100. واهتم العباسيون 100. ببناء المدن مثل مدينة بغداد 100. وقد تعرف 100. وعرفت مدينة بغداد 100. عند إنشائها باسم 100. المدينة المدورة 100. اهتم العباسيون 100. ببناء المساجد 100. في المدن مثل مسجد سامراء 100. كان للخلفاء 100. ولعن شديد 100. لبناء القصور 100. مثل قصر الذهب 100. هيا بنا 100. نجيب سويا على أسئلة الغلق 100. البنائي 100. اذكر مثالين 100. على تقدم فن العمارة 100. في العصر العباسي 100. بناء المدن 100. مثل مدينة بغداد 100. التي تم بناؤها في عهد 100. بجعفر المنصور 100. بناء المساجد 100. مثل مسجد سامراء 100. ذو السلالم الخارجية 100. اختر الإجابة الصحيحة 100. من مظاهر اهتمام العباسيين 100. بالعمارة 100. بناء مدينة 100. الفستاط 100. القيروان 100. بغداد 100. دمش 100. أحسنتم 100. مدينة بغداد 100. والآن أعزاء الطلاب 100. مع الغلق الختامي 100. قم عزيز الطالب 100. بفتح الكتاب المدرسي 100. صفحة 65 100. السؤال الأول 100. رقم واحد 100. واثنان 100. واحد 100. صاحب كتاب الحاوي 100. الرازي 100. ابن سينة 100. الفرابي 100. الخوارزمي 100. رائعون 100. إنه الرازي 100. وليست كلمة الراغي 100. أسس 100. الحسن بن الهيثم 100. علم 100. أحسنتم 100. الإجابة الصحيحة 100. علم 100. البصريات 100. الخليفة 100. الذي شيد قصر الذهب 100. في العصر العباسي 100. رائعون 100. إجابة صحيحة 100. أبو جعفر 100. المنصور 100. السؤال الثالث 100. صفحة 66 100. رقم ثلاث 100. يعد علم الكيميا 100. علماً إسلامياً 100. بما تفزر 100. حيث لم يرد 100. ذكر كلمة الكيميا 100. في أي حضارة 100. قبل الحضارة الإسلامية 100. وينتسب الفضل 100. في تأسيس هذا العلم 100. إلى العالم المسلم 100. جابر بن حيان 100. جابر بن حيانية 100. لا Ciao اشتركوا في القناة